انتبه فهذا لا يحدث كل يوم إنها لحظات تاريخية ستشهدها العاصمة القطرية دوحة اليوم باستضافتها فعاليات سحب قرعة نهائية كأس العالم 2022 التي ستقام لأول مرة في الشرق الأوسط الأرقام تؤكد أن ما يزيد على 200 مليون شخص في العالم سيشاهدون من خلال أكثر من 350 قناة مرسم قرعة الحدث الرياضي الأهم على المستوى الدولي وستتوجه الأعين إلى أساطير كبار سيشاركون في عملية سحب القرعة كقائد المنتخب البرازيلي السابق كافو ونجم المنتخب الألماني لوثر ماتيوس بالإضافة إلى نجوم آخرين مثل الجزائري رابح ماجر والاسترالي تيم كاهل والنيجري أوكوشا لتحديد مباريات نسخة ستكون بلا شك فريدة من نوعها البطولة التي ستقوم في الفترة من 21 من نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبلين ستعرف بالمونديا للأخير لعدد من النجوم صنعوا تاريخ اللعبة فعلى الأرجح لن نرى النجمين ليونيل ماسي وكريستيانو رونالدو مرة أخرى في نهائية كأس العالم بعدما شارك في أربع نسخ سابقة كما أن لعبين بحجم الألمانيين مانويل نوار وتوماس مولر والمهاجمين الأستوريين المنتخب الأورجويس وارز وكافاني والنجم الفرنسي كاريم بن زيما سيكون مونديا القطر على الأرجح والأخير لهم ولو كانت الملاعب القطرية الثمانية التي ستستضيف فعاليات البطولة ستحظى بالشرف استضفة تلك النجوم وأكثر إلا أنها حرمت من نجوم كبار تغيبت عن المشاركة في المونديال بعدم تأهل منتخباتها وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز وسلطان السويدي زالتان إبراهاموفيتش فضلا عن كوكبة نجوم المنتخب الإيطالي بطل اليورو الذي سيكون الغائب الأكبر عن هذه النهائيات وذلك للمرة الثانية تواليا